نستهل أخبارنا على غير العادة بالأخبار الرياضية وتحليل مباراة زنبيا الجزاء التي انتهت قبل لحظاتكم ذلك مع حكيم بلق روس فيسا في الفقرات الرياضية حكيم مساء الخير مساء الخير عيدكم مبارك تقبل الله من نوم عيدكم ضيفنا هو بوعلام ناروم المدير الفني الوطني السابق المدرب طبعا لمعروف مساء الخير شيخنا عيدكم مبارك مساء نارو عيدكم مبارك عيد مبارك جميع المسلمين والجزائري طبعا الحدث هارون 3-1 بالنسبة للمنتخب الزنبي الجولة الثالثة من التصفية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 تقريبا أقصينا لأنه حسبيا ليس رسميا ولكن تقريبا بشكل كبير لأنه الآن بقينا بنقطة واحدة في وقت أنه منتخب نيجيريا الذي فاز أمس على منتخب الكاميرون يملك من النقاط 9 نقاط في ظروف صعبة بالنسبة للمنتخب الجزائري ضيف الكلم طبعا سنحلل هذه المباراة بكل تفاصيلها وطبعا بإمكانك أن تتدخل في أي وقت هذا هو أول سؤال يبدأ هارون بك هل كانت النتيجة طبعا السؤال تفضل هارون مرحبا بك شيخ نتيجة أول شيء ما كانت متوقعة تماما لأنه كنا ذهبين بغرض الفوز أكيد يعني لأنه كانت يعني الفرصة والآمل في نفس الوقت يعني الفرصة لأنه مباراة كانت تخلينا نبقى في كما قولك للتصفيات والآمل للآمل يعني الشعب الجزائري اللي كان يأمل لكن تقول لي ما وش منتظرة هي كل مباراة ما وش منتظرة لكن ثلاثة واحد هو ما وش منتظرة يوم نشوف أنه لعبوا بتسعة يعني يوم بعد الطرد نقوله أنه غير منتظرة وكان فيه آمل أنه نرجع هذا هو يعني الشيء اللي أحبيت نقول نعم خليني أذكر مشاهدي الكرام أيضا أذكر ضيفي وزميلي هارون أنه الأهداف سجلها من منتخب زامبيا مويلة في الدقيقة الثالثة والسادسة في البداية والدقيقة الثالثة والثلاثين المنتخب الجزائري في الشوط الأول منهز بهدفين دون مقابل بعد ذلك قلص إبراهيم النتيجة في دقيقة الخامسة والخمسين لكن مويفي سجل هدفا ثالثا لمنتخب زامبيا في الدقيقة التاسعة والثمانين ثلاثة لواحد لمنتخب زامبيا أبقى المنتخب الجزائري في ذيل الترتيب المجموعة هذه المجموعة بعد ثلاث جولات طبعا نتيجة لم تكن متوقعة سيد بعلام ناروم أم كانت متوقعة نتفق أو نختلف هذا ولكن من البداية خليني نقول لك حسابيا ظروف صعبة بالنسبة للمنتخب الجزائري مباراة المصيرية هل كان بذاك الشكل يدخل المنتخب الجزائري ليحقق ما يحققه في هذه المباراة المصيرية يعني حط كل شيء من عنده من البداية ترى؟ هو أصلا كانت الفرصة والآمل لكن هذه مغامرة لكن هي كانت شيء الذي كانت مليح أنه الناس راحتوا تشوف يعني حتى اللاعبين رايحين أنه باش يفوزوا رايحين يعني كما يقولك باش يديروا النتيجة لكن بعض الحيان الناس تخطئ لأنه لازم نعرف أنه المنافس راهوا بنفس الظروف يعني إحنا يعني يوم نحب نفوز ما هوش يعني بالمهاجمين اللي نقدر نقول نفوز لا هو بالمنظومة بصفة عامة يعني ما هوش يوم ندير تلك مهاجمين نقوله راح نلعب هجوم يروح كما أقولك راح نفوز لا لأنه هذا الهجوم يعني يوم ضحي بواسط الميدان لأنه لو نشوف بصفة يعني تقنية حاكم لو سمحت نشوف أنه في الشوط الأول مخدين حتى كورة فصل الميدان أبل ذلك يعني تريدوا القول من البداية بأنه تشكيلة أساسية اللي دخلت بها يعني كانت فيها أخطاء من البداية هل توافق الكاريز على التشكيلة اللي يدخل بها أكيد هو الخالة اللي بدأ منهنا حاكم يعني الأشياء الفنية تبدأ من ناحية التنظيمية من ناحية التنظيمية وش حبي يقول يوم تلعب تلت مهاجمين أساسيين وش حبي يقول حبي يقول راهنت ويعني نقصت واحد من واسط الميدان نعم وإذا نقصت واحد من واسط الميدان تلقى دفاعك يصير يعني مفتوح دفاعك يعني رايح ما يساعدوش لغسط الميدان لأنه فيه واحد ناقص لهذا يعني خاصة حكيم أنا أظن أنه الدراسة والنقاش ما كانش مليح لأنه لا فارقة لازم تحذر أنه المنافس اللي راح تلعب عنده بحاجة لهذه المباراة أكثر منك لأنه راح يلعب في بلاده خاصة العشر دقائق لازم تحاول تحذر لو شفت سجله حوالي دقيقة ثامنة دقيقة ثالثة قبل ذلك طبعا لم تجبني على سؤالي هل التشكيلة كانت خاطئة تحذاتها أكيدا الانتقادات كان على لاعب ينشط في بلغاريا لاعب حساني في متوسط دفاع المنتخب الجزائري تعرف أن الدفاع هو الحلقة الأضعف في المنتخب منذ زمان منذ فترة ولكن أخطاء كانت انتقادات على هذا التوافق هو حكيم الآن نعرف أن الناس يكون تقم فني كبير الآن نعرف أنه فيه خلل أنا ما عنديش من العادة ننتقد الأمور هذه لكن نعرف الآن أن التشكيلة كان فيها خلل لأنه مغامرة هنا كنا نقدر ما نغامرش يعني بفرصة يعني نلعب اللاعبين الموجودين يعني لو نشوف كل ناس تشوف الشوت الثاني كان أحسن حبي يقول أصلا هذه هي التشكيلة تقريبا المثالية مع عدد تدعيم الواسطة الميدان هل يمكن أن ننتقد المنظومة الدفاعية في حد ذاتها أم ننتقد لاعبا تخل في محور الدفاع اللي هو حساني لا هو الآن هذا يا درنا يعني لأول مباراة يلعب أول مباراة مجموعة أكيد هذا هي مغامرة كبيرة وما ننتقده شو ننتقد الناس اللي دارتوا في هذه المنطقة لأنه ممكن هو الآن نحن يوم نشوف واحد من ناحية الفنية يقدر يكون ممتاز يقدر يكون رائع لكن من ناحية المنظومية وهمية المباراة وظروف الملعب لا نستطيع أن نغمر فيه حتى لو نلعب واحد النص أحسن منه نص فنيا لكن هنا يكون الفعالية الفعالية ممكن لأحسن منه يعني أقل منه بواسطة يعني كما بنص يقدر يكون أحسن منه لأنه متعود مع المنظومة جميل فيما يمكن أن يكون قد تأثر هذا اللاعب لأول مرة أساسيا في إثريقيا هل تدخل هذه المعطيات وهذه الظروف لأول مرة يعني لاعب جديد مع المنتخب يشارك في مباراة أساسية مباراة مصيرية تدخل هذه الظروف أم أنه لاعب محترف خلاص يعني يدخل من البداية سواء لعب مع المنتخب أو لم يلعب قادر يكون يعني حبيث أن أقول لك يا إما هو ضعيف مستوى أم أنه الظروف هي لمخلاتوش يبرز هو الآن ما نقدرش نحكم عليه لكن سؤالك منطقي من ناحية أنه هل يقدر يلعب المباراة أو لا يقدرش يلعب المباراة في بعض الحيان أنه صعب صعب خاصة ظروف المباراة الميدان والتنافس الموجود هو ما يخليش يقدر يتأقلم لأنه يعني مباراة صغيرة يعني كما يقول لك نحن نشوفها 90 دقيقة لكن زمن صغير ما يقدر يعني ما يدخل في المباراة إلا بالفضل نجيب واحد لي متعود أحسن لأنه من بداية المباراة ممكن يوم قبل المباراة يكون عاش جزئيات المباراة وهو مرتاح أحسن من واحد يعني يرى مغامرات أكثر شي خاصة لو مهاجم يعني ممكن لأنه يحصل لأفالير انترانساكت لكن المدافع مقيد بأشياء مقيد من الكويزيون بين أصحاب وهذه الأشياء صعب تغامر بمدافع إلا لظروف هذه على التشكيلة الأساسية طبعا نتفق في هذه الأمور بداية المباراة هل فيه باستثناء ربما تشكيلة في أخطاء من ناحية فنية مثلا من ناحية من ناحية تواجد اللعبين في الفريق لأنه ما شفناش في الشوطة الأول حتى التنسيق بين الخطوط الثلاث طبعا وأنت أدر مني بارك الله فيك حكيم هذا وقد الأصل الأصل اللي أحبي يعني القصد اللي كنت نقصد فيه هو أنه كما قولك راهنت بالوسط الميدان تاك كل منظومة تاك تروح يعني كما قولك تولي ضعيفة أنا الشيء اللي حبيت نقوله قبل عشر حتى قريبا عشر سنوات نعم نحن نتكلم كثير على دفاعنا على الفرديات الدفاعية نحن المنظومة الدفاعية ناقصة وش حبي يقول حبي يقول السمن اللاعبين لازم يكونوا جاهزين يعني لو لو لاحظت للفريق الزمبي أنه من من المرمى دياله إلى المرمى تعنا كان يلحق بكل صحيح يعني كان يلحق إلى يعني وش يبقى كما قولك بقتله إلى أنه يسدد إذا يمسكها مرحي أو طلعت لكن نشوف حكيم أنا سيليت نبهت له مع متابعة المباراة نشوف أنه الفريق الزمبي درسنا إحنا ما درسناش على سبيل المثال لو نشوف هو يعرف أنه الفريق الجزائري عنده ضعف أو عنده خلل على الجهة اليمنى لو تراجع الشريط حكيم كل هجومهم رحل على الجهة اليمنى صحيح يعني اليوم نتاعنا يعني فيوسر التحم ولو تشوف يعرفوا أن الوسط تاعنا ما فيش تمسيق كانوا يحاولوا ويغامروا ويجزوا الوسط كيف يدرسنا وإحنا ما كناش متعودين لعبوب عيسى ماندي على رواق الأيمن يعني لما يدرسك يدرسك بأشريطة أشريطات فيديو عيسى ماندي كان يلعب في المحور أنا عيسى ماندي على اليمين كيف يدرسك في هذه النقطة يدرسك لأنه عارف أنك الآن مدام ما عندك الظاهر الأيمن أساسي ومتواجد دائما وما عندك قوة فيه اللي راح تديره التماح تغامر به والإنسان اللي تلعبوا في الوسط الآن الوسط الميدان تعنا حكيم رحوا حوال عشر سنوات من يوم كان سعدان وإحنا لماذا؟ لأنه دائما نفكر يوم كان حالي نوفيش نفكر بين بالكلام وبقرة لا هذا شيء ثاني دفاعك يوم المباراة يسوى عمارة من زجاج دفاعك تحرص به بوسط الميدان وجود وسط الميدان هو اللي يحمي دفاعك هذا هو اللي إحنا يوم تكلم من منظومة ما أقول فلان ملعبش من إحلا منظومة هل في كل مباراة عندنا سبع أو ثمان لعبين موجودين بين الكورة ومرمانة هذا يعني كما يقول لك جميل بشوف أنت تقول لي هم يدرسوا حكيم إحنا يوم نشوف أشريطان يعني حتى لو تغير الإنسان وما تغير ما تغير يعرف أنه سيد معلم ناروم قراءة فنية خاطئة بالنسبة المدرب أم أنه أنت تتحدث لي منذ زمان أنه عندك مشكلة في الدفاع وعندك مشكلة في الوسط هل نحن لا نملكوا لعبين اللي متواجدين بشكل مستمر بشكل متميز في المنتخب أم أنه المشكلة في المدرب لأنه تذكرت لي على مرة الأزمنات كتقول لي على مرة الفترات والسنوات برك الله فيك حتى اليوم يعني بشما الناس ما تقولوا بشما تفهمش أنه رأنا نتكلم على الماضي حتى الآن حتى الآن رأنا في نفس المشاكل الحكيم لأنه نحن نحب نعوذ الآن بكل صراحة لو نرجع للمباراة الأخيرة لو نشوف يعني اللعب بعد طال خلاص بدأ يبرز ما تنقسلوش ليلان يدخل أساسي علاش لأنه كما يقولك في نصانس حتى ولما كانش مستمر في المشاركة مع ناديه حتى ولو حتى ولو لأنه تشوف يعني هذاك مغامرة وهذا يعني كما أقولك وش تبقى له تبقى له أنه استرجاء يعني خاصة أنه وحد يوم يكون ملعب يكون متحمس أكثر يعني متحمس أكثر وهو خاصة يعني اليوم يقول واحد حماسي وأساسي أحسن هذا هو يعني كما أقولك جميع بالنسبة للشوطة الأول قراءة فنية الخاطئة بالنسبة للمداربة الشوطة الثانية طبعا الشوطة الأول متخلف بهدفين أمام منتخب في بلاده مع جمهوره يمكن يمكن أن نعود بقوة مثلا أكيد هل شفنا شوط أفضل هو كان أفضل ويعني حتى المنافس يعني الشي اللي كان فيه كويس يعني من بابه أنه ما رجعش وراء لكن احنا ولينا نلعبه الصح لاش ولينا نحوسون ندخلوه بالكورة نمشي بالكورة ما نكن لاش لعبه طاوية لو نشوف يعني حتى قبل هدف يعني بدقيقتين شفنا انتعاش سوداني ويعني ممكن تشوف انتعاش لكن لازم لك واحد أكثر لكن بعدما سجلنا مفروض سوداني خلاص يعني خلاص يعني تأخلم ممكن هذه الخرجات كنا ممكن أجلها قراءة فانية ثانية خاطئة أكيد لأنه اسمح لي حكيم الآن كنا نلعب سوداني ما سجلناش قبل هذا بدقيقة يعني تأخلم وتأخلمنا وسجل مش حبي يقول حبي يقول حتى التغيير التاعية لكن نجدنا أجله ماذا حبي يقول حبي يقول بالقاء البصمة تاعه أرجع إلى أشياء ولد قوة من جهة يمنا بيعطاله سوداني يعني تشوف الآن سوداني الخروجه ما تمشي محله لأنه في هذه الفترات كان انتعاش هو أصلا هو أخرج غاضب يعني كان عارف أنه قادر يقدم نحن نتكلم في النين يعني صح واقعة من ناحية الصحافية لكن نشوف أنه حتى هذا النشاط تاعه والحماس تاعه والانتعاش تاعه كان فيه فايدة لأنه مدام سجلنا تخلي الناس تطمح وتزيد التطيق بهذاك الحماس بهذاك المشاط لي جاء لي علاش لو تشوف يعني ممكن ربع ربع ساعة بدأ هو وعطال بدأ يتفاوي يوم كان سوداني إذا رح يمين عطال كانت له فرصة يدخل قبل 33 دقيقة من هيئة المواجهة يمكن أن تصنع العجب خلاص الآن يعني ممكن تقذع ليه في المنافس لكن انت ما تقذي المنافس وتدخل واحد يوم تدخل غزال لازم نحول عشر دقائق بشي تأقلم أحسن تخلي كما قولك السوداني بالحماس تسجيل مرة يعني ولا تدخل واحد حتى لو يعني يكون ناشر عدت لي الأخطاء الفنية طبعا للمدرب يعني هذا المدرب لم نرى لمسة حقيقة بالمقارنة بمدرب المتخب الزامبي الذي يملكه من اللاعبين ما يملكه تشكيلة خليني نقولك متواضعة عنده لعبين في لعب في تركيا لعبين اثنين في النمسا ولعبوا في روسيا لعبوا في المقاصة المصري والبقية متوزعين على بطولة جنوب إثريقيا مسجل الهدف هو من بلاتينيوم ستارز الجنوب إثريقي هو بكل صراحة فريق يعني أول مرة نشوف يعني فريق متواضع ومتواضع فنيا ومتوسط هجوميا لكن تحس أنه فيه عزيمة وفيه تحذير المنافس يعني هم تحذرين تحس يعني كل أشياء يحبين أن نديروها ما قدرناش التحذير ينقسم إلى مراحل هل التحذير تقصود النفسي تحذير البدني لأنه لم تجد المنتخب لا تحذر البدنيا بركة المحفظ نفسي خليها لهذا صعب هذا هذا علاش صعب يوم تدير يعني كما قولك مدرب أجنابي وما فيهش الناس اللي تعرف يعني جميع واضح الصورة نعم علاش حنا يعني دائما نتكلم الطاقم اللي لازم فيه ناس تروح ممكن واحد يروح والبقية تقعد يعني الناس يعني علاش يعني هدك يعني كما قولك الاستفادة من هدك الأشياء من الخبرة من الأشياء اللي قامت لأنه الآن هذه المباراة ممكن نكون نفوزوها وحنا رايحين في الطيارة علاش لأنه الآن منافس عارفينه أنه هو بحاجة المباراة ربع ساعة اللولة ممكن احنا نسجل عليه لو نعرف أنه لازم ندخل بوراء بيعني ما قولك داريال بارتكون عقل ورح يتأخلم ممكن هذا كالحام ما استعود رح نحن نستغلو بالهجوم لكن بقوة دفاعية وعزمة هجومية المشكلة ليس إلا في المدرب من قال لا أعلم علمه الله فيما لا يعلم مشكلة ليس في المدرب فقط وأنه أيضا المشكلة بطريقة الإختيار لأنك لم توظف الأسماء ربما عندها ربما خبرة في المنتخب مع هذا المدرب الجديد يعني ليس في قلة خليني ما نقول لك ضحف لأي مدرب لأنه لا تسمح لي لا يسمح لي نفسي أني أن أقيم أي مدرب يعني ربما ما عندوش هذه الخبرة وذلك المستوى في أفريقي اللي قد يؤهله لأن يكون مدربة للمنتخب هو صعب حاكيم دائما يعني أفريقيا عندها خصوصيات تاحة يعني من ناحية المنافسة من ناحية الحماس ويعني تشوف أشياء الآن الحمد لله الآن ظروف الإقامة لكن المبارا المنافسة ما بقى باقية هي هي الناس متحمسين الجمهوري يعني كما قل كي لا بخل بوستي صني كيب هذه الأشياء كلها موجودة وما تغيرش وراه يتزيد لأنه الآن مثل ما قلت اللعبين يجيك يجيك من أوروبا ويجيك من تحمس ومستوهر ارتفع أكتر من الهون ما الذي يختلف مدام تحدث لعفة المقاطعة تحدث لي على لعبين يجيك من أوروبا أنت تملكه من اللاعبين ما تملك أنا أتحدث على مبولحي بن سبعيني أتحدث على عبطال ماندي غولام أسماء في نابولي بن طالب في شالك أتحدث على تايدر براهيمي من يرى هذه الأسماء راناني يقول لك أنه أسماء مميزة تقدر تصنع ما تصنع يعني تملكه من الإمكانية ما تملك لما نقول لك مويني وكابومبو وتيمبو وسينزو وسيلونبا هذه الأسماء ربما فرق هل يمكن في كرة القدم أن تصنع الخبرة والمستوى تصنع واليوم شفنا المعادلة غير متوازنة تماما شو كلامك صح حكيم الآن يعني الفريق الزمبي يوم ذكرته يوم يعرف أنه يلعب راح منافس قوي رايح دايما أنت تتحذر نفسك أنه راح يكون متحمس راح يكون متحذر الآن أنت إذا رايح تنتظر كيفاش راح يلعب خلاص عليك صحيح الآن قوتك لازم تعرف هذه القوة تعرف يعني مثل بعض اللعبات يعني كورت يعني كورت يد القوي قوي علاش لأنه يضغط يفرض وجوده إحنا ما ننتظرش يعني بالآسامية ونقول إحنا لأنه يلعب في لاستر سيتي ولا يلعب في كما قولك في بورتو ولا هذا غير كافي المعطيات تماما لا تدخل في إثريقيا لا 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 صعب 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 الآن كما قلت حكيم الآن عندك الإرادة شي زايد لكن الآن من ناحية الفنية الناس يعني تشوف كيف كانوا يلعبون كانت منظومة لفائية حم واجدة يعني تشوف يعني حتى الناس اللاعبين القويين تعنا من ناحية التمريرات من ناحية المراوغات كده ما قدروا شي يديروا وش علاش لأنه ما وش متل زمان يعني يجي واحد ممكن تقضي عليه لا لأنه نري منظومة يعني لو تشوف احنا تحسب شحال دخلنا لهم للمنطقة زايد الحم دخلناش كتير رحيح لو تحسب مش حال دخلونا هما ممكن خمس مرات أضعاف أنا هنا معادلة غير متوازلة تماما نحن نتحدث على لعبين في تنشط في أنديات محترمة في أوروبا وفي الجزائر تقول لك ما عندناش لعبين محليين وش رحي ننديروا الآن نوقفوا بطولتنا ونوقفوا منتخذ ولوش نديروا بعلمنا روم هو أشوف لازم استراتيجية حكيم احنا يوم نقول ما عندناش لعبين وبعد نمسك لعبين وندير لهم مباراة ونقولوا هذا اللعب لا إذا حبينا نفكر أنه نقضي على هذا الأمر هذا نأخذ اللعبين الذين عندهم 12 سنة 13 سنة للمستقبل كنا رحي نديرها في 2012 يعني الآن ممكن عندنا مثل الفرحات عندنا كثير مثل عبداللهوي عندنا كثير مثل قمسة عندنا كثير لكن احنا ما نعرفوش كما يقولون بالفرنسيان ما نعرفوه احنا نحبو أمور المستعجلة فقط يعني الماضي ولا الحاضر الموجود هذا وبعد نقوله ها شفتو وش رحنا نقوله لا إذا حبيت شي جهزوا الحين على 10 سنوات وش حبي يقول حبي يقول الآن تتكفل بالهدل اللاعبين عندهم 13-14 سنة ما شير بعد يوم يكون 20 سنة تقولوا أرواح يا المحلي لا كل الفرح كل يتلعب الآن راهم متحضرين راهم متحضرين 10 سنوات يحضرني سؤال آخر ما الذي تغير أعجزنا وأن كنا نقولها صراحة أن نضيعنا التأهل أمام الكامرون في الجولة الأولى هنا في الاتحادية السابقة ثم بعد ذلك أن هزمنا في نيجيريا يعني هذه المباراة لم تكن صحيح كانت مصرية ولكن ليست من هي اللي فقط حدثت مصير التأهل ما الذي تغير هل تغيرت الروح نحن نلعب من نفس اللاعبين تقريبا لشاركه في المونديار السابق هو حكيم لو نشوف الآن نحن في المنتخب الوطني ما فيش استقرار بكل صراحة يعني ما فيش استقرار يعني تقع ثمان سنوات أو يعني على الأخل أربع سنوات ولي يجي بعد يكمل وش كانوا براءة سنوات رياضة بشكل عام ما فياش استقرار في الجزائر يعني لأن شوف حكيم بكل صراحة إحنا لو نرجع إحنا إحنا أصلا على الطبيعة متأخرين بست سنوات يعني الطيف اليوم يجيك بست سنوات 12 سنوات رأي متأخر بست سنوات علش لأنه يعني ممكن موضوع تاني رأينا إحنا اليوم يجيك 12 سنة راح يبدأ عندك تحصل أنه الأوروبي راه في أربع سنة راه جاهز خمس سنوات جاهز بش ديله وش حبيت يعني علاش لأنه عنده من رياضة في المدرسة إحنا ما لنناش رياضة في المدرسة راح يجيك رايح تبني الطفل من 9 سنوات أو 10 سنوات لأنه متقدر تدير بيهوالو لكن الآن إحنا إذا رجعنا للمحلي إحنا المحلي دايما يوم ناخده من كما أقول لك من الضوري ونجيبه 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 لا علاش ما هوش اليوم دولك 12 سنة يلا شجاعة اللي عنده 12 سنة ناخد حوالي 80 واحد ونبقوا معهم أين تأخذهم في الأكاديميات مثلا؟ لا ما هوش قديت أكاديميات لننشوف الآن حاكم الأكاديميات حاجة الكل يهتم بالفريق الأول أين تأخذهم باركرافق لأننا نشوف لأننا مسؤول في واحد دورة معروفة في المستوى الجزائر بدون كما قلت كشها لكن نشوف أنه في بعض اللاعبين في أندية يعني في دونزي ديس أسوسياشيون لعبين قدما في منطقة تحس أنه عنده دي طالن هذا هو هذه الأكاديميات جيد داعم بعدما لتفكشوني طالن جميل لكن طالن رحو موجود في هذه المدرسة تعطيت لهم أمور أخرى وإن كان الجزائر لا أعتقد بما تقولهم استراتيجية رح نديروا عليك نحب دائما الاستجالية أنا أعتقادي أنا أعتقادي وما يهمونيش أعتقادي كراسك طبعا هذا ما نحترمه كثيرا الآن في الظروف الصعبة التي نتوجد فيها تقريبا ضيعنا المونديال هل بهذا التفكير بهذه الطريقة يمكن أن نضيع أشياء أخرى رح نقوله أنه غابتنا الروح رح نقوله ومدرب خاطئ فنيا أخطئ فنيا ومعرفش قال المباراة رح نقوله أن الأسماء ضيعنا كثير من الأسماء ماذا يمكن هل يمكن أن نضيع أكثر رح ممكن لأنك حكيمة ما رأي ناش دورس ما رأي ناش استوعبوها ما استوعبوها كما أقول لك لأنه شوف بعض الأحيان الناس شوف يعني اللي تشوف المحاولات لو نروح لوزارة الشبيبة ورياضة نشوف المحاولات تشوف كلها يعني 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 يروحوا كما داروا في البلجي كما داروا في فرنسا كده لكن بدون دراسة باش يحاولوا إقلمهم على الجزائر يعني هم يجيبوا يعني يقولك 12 سنة في فرنسا وش يدير 12 سنة في الجزائر هو ش يدير كما في فرنسا لكن هدك عنده ستنوات مطالبين بيعادة هيكلة المنتخب كل شي كل شي كشوف حكيم كل على مستوى وخاصة خاصة الآن مناهج مناهج خاطئة لأنه فيه تغييرات ولو تدير حاجة الآن لو ما تكون على حسب الآن ممكن على 4 سنة وتصيب غير صالحة يا سيد حكيم صحيح تتغير بالزمن تتغير تتغير الآن تتغير شي كنا مختار حينه 2012 الآن صار كما أقول لك ممكن جز أشياء منه لكن لو نرجعه الآن وفيه أشياء تغيرها لكن تكون عارف وين كنت وين راك وين راك حاب روح نحن دايما نشوفه وين رأنا ونحبه نبنيه لم يبقى لي وقت قليل جدا أنا حبيت نعرف رأيك في قضية محرز هل تكون قضية محرز أثرت على المنتخب لاعب مع المنتخب يغاضي ترابوس المنتخب يتوجه إلى إسبانيا فرنسا راحسيني في برشلونا في تشالسي ثم لخبط بهذا الشكل هل صحيح أنه كان من المفروض أنه ما تحدش كل هذا ما حدث بهذه الأمور اللي يسموها محلية وغير طبيعية لفريق محترف وبلد محترف هل صحيح أنه الفريق اللي يكون راح يوقع لك هو ليجي للتربص أم أنه اللاعب غادر بعدم موافقة ليستر سيتي ما رأيك في هذه الحلقة كلها في هذه الحلقة كلها ناخدها يعني بش المتفرج الكريم نعم نحن ناخدها من ناحية الفنية هذا اللاعب إذا كان موجود هنا وكان يحضر المباراة أخر شيء آخر زمان ما يلعب ماذا حبي يقول حبي يقول فيه التحذير خطأ فيه خالل حتى أنا نقرأ في أحد يعني كما قلت الخانات أنه يوم سألوا المدر بيقولوا ما أدري ماذا حبي يقول إذا ما كان ما يدري كيف كان يدري أنه ممكن يلعب أو ما يلعب ماذا حبي يقول حبي يقول التحذير وش نرجع هذا خاطأ حسي حاكيم لأنه ممكن نقوله كان سوداني ممكن ما يلعبش لكن يلعب هو هو وين يلعب راح يزيد يسندنا الوصل الميدان وش حبي يقول لا تثورة هو الحل أنه ممكن كما قلت مثالا ممكن لعب مكان راح يوم وحد منهم ما يلعبش ويلعب هو وش يصير يصير عندنا الدم في الواسط الكرة تمشي من الواسط وش حبي يقول حبي يقول أنه هذه زيادة لعنا الشيء النفسية ممكن تأثر وما تأثر لأنه أنا كنت أخشى أنه يروح ويلعب لأنه عارف حاكيم أنه بس تنزل جوهانسبورغ ستنزل بعد ساعة ونصف بس تروح الزامبية وش حبي يقول حبي يقول حتى لو راح ما فيش فايدة عدم مخادرة محرز نحو أي نادي الحاليا كيف تره على مشواره طبعا هذا اللعب الذي كان لديه رغبة ملحة للعب لبرشلون على حساب أندية أخرى ثم في النهاية يجد نفسه في لايستر وغضب من إدارة نادي لايستر والله شوف نحن كنا فرحانين خاصة يعني كما أقول لك يعني هو يبان انبارسان سينباتيك يعني كما أقول لك نحن كنا حابين وهذا كما أقول لك هذا السيكسي هذا دومنا لكن ما هو بهذا تحس أنه حبي يقول للناس اللي قايمة به ضعيفة كثير ضعيفة جدا وما عرفناش اللون الأخضر هذا اللون هذا زدك أناقة دايما نشوفك بالألوال المختلفة تزيد أناقة الله يبارك ما شاء الله حارم كنت سعيدا أيضا بتوجدك معي شكرا جزيلا حكيم بتوفيق المنتخب الوطني شكرا إن شاء الله في قادم المواعيد إن شاء الله